فهنا بنشوف ان هذا الحمل حمل الله الذي يرفع خطية العالم لها اساس في العهد القديم اللي هو احنا بنشوف ان الحمل اللي افتدى الله بيه اسحاق وهنا مش الفكر ان الحمل ده يقارن الحمل ده رغم اني في القرآن شوية بتكلم عن الحمل انه عظيم الشأن عظيم القدر انه زبح عظيم كل الكلام ده وبتكلمه انه عظيم القدر لانه افتدى نبي من الانبياء اللي هو اسحاق وبيقوله انه عظيم القدر لانه جاي من السماء الله عده في مفسرين بيقوله ده الجد مهابيه المحرقة وكان يرعى في الجنة ومعرفش ايه علاقة اللي هو تجد محرقة لسه بيرعى في الجنة ازاي المهم انه قصص كتيرة لكن الهدف منها ان احنا عندنا واحد افتلي اللي هو اسحاق وعندنا فادي مين الفادي في القصة الله هو الفادي في العهد القديم في سفر التكوين 22 وفي سورة الصفات 107 لاننا فديناه بزبح عظيم فالاتنين احنا بنشوف ان الله هو الفادي هو اللي بيقدم الفداء للبشرية والفكرة بتاعت ان الله يقدم الفداء للبشرية بتتجلى وتتضح في ابها صورها وفي اكمل صورها في انجيل يحنى الشاهد اللي حضرتك جريتو في انجيل يحنى واحد عدد 29 وعدد 35 هو اذا حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم فهنا قصة كمان الزبائح في العهد القديم جسيس نظار ما كانتش ابدا هي اهتما للخطيئة